الرؤساء الرابطات اللي كينين نتواجدين معانا هنا يا كان نددوا بهذا اتفاقية اللي ما مشاركين شي فيها ولحد الآن ما عمنا نقلسنا مع السيد العمدة كان نأكده يعني احنا ضد هذا القرار ديال الهدم احنا مع القرار ديال الإصلاح احنا مع الإصلاح ماشي المصلحة وهذا الورقة خلقت واحد المشكل كبير داخل السوق اللي خصويت صلح هنصلحه واللي خصويت تبنى غنبنيوه واللي مصلح هنخليوه راكينا عشرة الاف ناسا ما داخل السوق تزاول مهنادية التجارة وبالنسبة الاتفاقية الى كانت الجماعة هابن بطوطة شاهد على المشروع ديالجماعة اللي تتعمل في الفين و الفين و واحد هوا واقف ومثل هاد المشاريع في حال هاد الشكل هاده دايما ما كتتخدمش يجيل لي ان التجري هو المسؤول هو اللي عايش هنا ما عدي جيشي واحد اللي غدي قرر منه هشنو غدي نديره ممكن تمشي بعيد وممكن تعطي نتيجة اراها خاصة تلغى في اقرب الوقات قبل ما تعملنش يزوعة داخل السوق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اسماعيل هردوز رئيس رابطة تجار الاشياء المختلفة القديمة والجديدة بسوق كصبرطة بطنجة كنا ساكتين كان ننتظروا كان ننتظروا الاخوان دا الرابطة باش يجدوا المكاتب ديالهم على اتر هاد الاتفاقية اللي ظهرت فجأة لا علاقة لنا بها بتاتا كنقوله كنتحمل مسؤولية ديالي لان احنا حضرنا في الشيماعات اللي ادارت في المقاطعة معهم لنا نقشنا شي اتفاقية اسموها اعادة الهيكلة منذ ان قلسناها عملنا اخر الشيماع مع السيد الولي اللي كان في 2018 اللي الغافة الاعادة جمعنا وشافنا واش متفقن على الاعادة الهيكلة اللي كانت في العهد السيد الولي العقوبي اجبرنا ما متفقنشي عليها وما بغي نشي ديك الطريقة هذي يتعود بها السوقت كصابرطة فلغاها وقال احسن جملا اللي التشجر كاملين ايدوها ومشو معها والرابطات كاملين هي السوقت كصابرطة النهار اللي غنعولو نصلحوه غنجيو غنشكلو لجنة مختلطة من الجمعيات ومن روابط السوق وفيها الناس الجماعة وفيها الناس الولاية وهذا اللجنة غات الدور ولو زنقا بزنقا ونشوفو جنخصا ونحاول نصلحوه واللي خصويت صلحو نصلحو واللي خصويت بناء غنبنيوه واللي مصلحو نخليوه وهذا هو الكلام دينا والكلام ديالتسجر ديالسوكام الاغلبية ديالتسجر ماشين في هاد السياق وفي هاد تيجاه لانه كان محالات ما كانينشي حتى في الاحياء الراقية فطنجة كانين داخل السوقت كصابرطة مصلحين ما فيهم مبنيين بالخراسانة مبنيين بمجهزين باحسن بالضوء بالما باي حاجة لهذا كان طلبوا المسؤولين يعملوا شي جولة داخل السوقت كصابرطة ويعملوا هاد اللجنة الدور مشتوف وتعرف السوقت كصابرطة يعني المحتويات ديالوه ضد المحالات اللي كين داخل الناس تفاجؤوا بهاتسفاقية كأن الرابطات نقشوها ووصلوا شي حل مع يعني كنظن بان الجامعة هي اللي متبني هذا المشروع وحنا ما عمنا قلسنا مع الجامعة فهذا الموضوع نهائيا خرج العمدة في بريد آآ الفين وعشرين بواحد سرع كنا بغينا نعملوا بيانت كديبي لاننا ما قلسنا شي معه فإذا بقلس معانا عند الرئيس المقاطعة شرف سواني وأكدنا بأنه هو اعتمد على المحاضر القديمة اللي كانت عنده مقلس سمعة شي رابطة وقالي لكن شي حاجة في هذا الموضوع هنقلسو غننقشو كذا ولحد الآن ما عمنا قلسنا مع السيد العمدة كان نأكده الرابطات السوق كاملين ما عمرهم مقلسو إلا قلس شي واحد في الخافة خفية بدون علمنا الله أعلم هذي هي الحقيقة وبالنسبة احنا كرابطات الرؤساء دي الرابطات اللي كينين تواجدين دابا كمعانا هنا يا اللي كان ندده بهذا اتفاقية اللي ما مشاركين شي فيها وحنا ما كان طالبوا بالسوق اللي مصلح يبقى واللي يخصو يتصلاح نصلحه واللي يخصو يتبنى بنيوه هذا آخر كلام اللي عندنا وبالنسبة هاته اتفاقية إلا كان دلجامعة هابن بطوطة شاهد على المشروع دلجامعة اللي تتعمل في الفين و الفين و واحد هوا واقف ومثل هذي المشارع في حال هاتشكل هذي ديما ما كتسخدمش ولهذا كان طالبوا من الناس احنا هاد 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 الكلام اللي وجهناه كان وجه أصلا للناس اللي دابا في حيرة وفي توطر الناس دينا ديال تتجر ديال صjiang كسابرطة اللي تسوضح فقط وليتسوضح المسؤولين باش يعرفوا بأنها اتفاقية معنا تعالق بها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم محمد بن علال تاجر من الصقود ديال الحي ديالكسابرطة كان أيضا القرار الرئيس الرابطة السوق лишي تيكسا بارطا سيسماعيل كلم الجول مرحله كان صحح ٣٠٪ يعني لدي جميع gre side 일단 التجار القرارة تجد كل مرة و 혜�ة خاص ب basil يعني لدي اللقرب ستچار علاجز مركز يعني لديهم مواعيد مع الناس، نقريديات نظر بشيء لا يمكننا مواعيد مع الناس إذاً كل جميع تمتناب بمعطني 콘ستار مراقبة لأن البالاreibات كالتالي فأنت داخل هذه القرار من الاوصلة وأن تجربة لأدمر مرة حولها و Payload مرة أخرى نحن قام بأنه في الامر قلل الإصلاح ولكن لتطيح السوق كامل في هذا الشيء فأنا لا أظن أن السوق يراجع في هذا الشيء تبارك الله من ناحية الشوارع الكامية والرموكة الدخول تل محالة لأنا لا أظن أن الإصلاح سيحصل من هذا الشيء إدريسي عبدالعزيز نائب رئيس رابط التجار الأشياء المختلفة الجديدة والقديمة السوق الجلح الجديد التجار الأشياء المختلفة أولا في دروس صياء خاصة للمغرب الدخول المغرب زلزال والأزمة الاقتصادية والجافاف هذه المشكلة خاصة مصدر لها بالتضبط من نينجا الجامعة التي تحمل المسؤولية فيها كان من الواجب ومن المفروض أنها تجمع رابطات والسلوطات محلية لتنقش الورقة وتوضح لحيتيات هذه الإصلاح وإذا كنت تذهب لها أخر لا نعرف كيف المصدر فيها وهذه الورقة خلقت واحد المشكل الكبير داخل السوق أولا فزعت عباد الله ثانيا ساهمت في الركض الاقتصادي الذي كان دائجا وساهمت فيه أولا نطلبه لكي تكتف النقاش حول الإشكاليات التي كانت في السوق لأن السوق لا نعرف كيف سيكون هذه الإصلاح ومستعدين نصنحوه ومستعدين نفعل أي شيء لا يوجد إشكال ولكنني أرى السلوطات تنهي واحد المخطط التشاركي فين هي التشاركية التي يكون فيها التغييب المواطن تغييب تاجل لأن التاجل هو المسؤول هو الذي عايش هنا الذي قرر منه ما يقرره ومستعدين نتيجة لا يريد أن يبنيه وكانت لديه منية حسنة ويريد أن يصلحه لا يوجد أن يتبنى داخل السوق لا يوجد حالات مهدمة من 2009 لا يوجد أن يتبنى معنا لا يوجد أن يتبنى كاين أماكن في السوق مثلا أبرار قصديرية يعودوها من الله يعودوها يعودوها لا يوجد مشكلة لكن يجب أن يتبنوا السوق فيها 10 ألف واحد 10 ألف واحد لا يوجد أن يكون 10 ألف من الناس لا يوجد أن يتبنوا مهنادية التجارة كل المحرر معها 4 أو 5 من الناس يأكلوا الطرف من الخمز لا يوجد شيء لا يوجد شيء هذا هذا لا يوجد شيء لأن هذا السوق ينزلون أنه قطع الحروف هذا لا يوجد لعب الدراري صغر هذا من أواخر ستينة يعني عنده تاريخ وفيه ناس اللي الجودة ديالهم والأباء ديالهم دوزوا هنا وهو معا وكي كملوا المسيرة وشكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد